ساجد والله عز وجل يقول كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب الإنسان إذا سجد لله عز وجل ترى هو يقترب من الله والله يا أخوان أبو تميم مولي يقول طول في السجود الله عز وجل يقول واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل هذا أحسن وقت ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا هذا الحل هذا الحل نحن دائما نجي نلقي محاضرة ونمشي اليوم نعطيك حل تعال متخرج من الثنى وما حصلت وظيفة الحل موجود السجود ومن الليل فاسجد له فاسجد له وسبحه ليلا طويلا مهموم هذا الحل ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ومن الليل عندك ذنوب سجود كبر ما تسجد لله سجدة إلا يرفعك الله درجة درجة فين فين في الجنة تعرف اش معنى درجة في الجنة يعني بين الدرجة والدرجة في الجنة كما بين السماء والأرض تحصل على الدرجة بإيش بسجدة فيك ضيق يجيك ضيق سؤال تجيك ضيقة تجيك نفسية تضايق كده بعض الحال تحس نفسك طفشان زهقان مضايق والله الحل في السجود ولقد نعلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك يضيق صدرك هذا محمد صلى الله عليه وسلم فكيف بغيري ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون على جضيك هذا فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين